كذلك قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن محدثات وقف إطلاق النار في غزة تمر الآن بلحظة حاسمة وصفا أحدث الجهود الدبلوماسية التي يبزلها الوسطى لإنهاء الحرب بأنها قد تكون الفرصة الأفضل وربما الأخيرة لإعادة المحتجزين وقبيل اجتماعه مع رئيس إسرائيل إسحاق هيرتسج أكد بلينكين أن واشنطن تعمل أيضا على ضمان عدم حدوث تصعيد في المنطقة وسط مخاوف من هجوم إيراني محتمل على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والذي وقع في تهران الشهر الماضي